في فجر السادس والعشرين من مارس قبل أربعة أعوام دوت الانفجارات الناجمة عن قصف الطيران في العاصمة صنعاء ومعظم مدن اليمن في مستهل تدخل عسكري كبير قادته السعودية قيل حينها إنه يهدف إلى دحر الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وشريكهم علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام ضد السلطة الانتقالية في البلاد التدخل كان بطلب من الرئيس الشرعي عبدالرابو بنصور هادي الذي انتهى به المطاف إلى الإقامة في الرياض منذ ذلك الحين وحتى اليوم وتأسيساً على طلب الرئيس داك وفر المجتمع الدولي الغطاء المطلوبة للتدخل العسكرية الخارجية الأوسع للسعودية في تاريخها فلم يمضي سوى 19 يوماً على ذلك التدخل حتى أصدر مجلس الأمن الدولي في الرابع عشر من أبريل قراره رقم 2216 الذي فرض حظراً على واردات الأسلحة للانقلابيين وطالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنع لم تكن الدول المجاورة سوى تلك التي بدأت للتو حرباً جويةً واسعةً وتدخلاً برياً في اليمن وعلى رأسها السعودية على نحو أضفى على تلك الحرب أبعادها الإقليمية الكاملة تحت مظلة المجتمع الدولي منذ 2011 صادر عن مجلس الأمن 11 قراراً كان آخرها القراران 2451 و2452 بشأن الحديدة وعكس هذا الكم الكبير من القرارات ثقل التأثير الذي مارسته دول التحالف مع شركائها اللاعبين الدوليين الكبار بغية محاصرة الطرف الآخر في الحرب الدائرة في اليمن لكن أي من هذه القرارات لم يجد طريقه إلى التطبيق كما لم تسهم مثل ما هو التدخل العسكري للتحالف حتى الآن في إنهاء الحرب وإعادة السلام إلى اليمن الفترة الطويلة التي انقضت من زمن الحرب والعدد الكبير من الضحايا والتداعيات الإنسانية الخطيرة شكلت جميعها تحديات هائلة أمام تحالف الرياض أبوظبي فالانتقادات في تزايد مستمر من جانب المؤسسات التشريعية ومراكز صنع القرار ووسائل الإعلام والناشطين وجميعها بدأت تشكل ضغطاً على المواقف السياسية للحكومات الغربية المساندة للحرب المملكة والإمارات في اليمن وفي مقدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطيلة الفترة الماضية من زمن الحرب لم تكن علاقة التحالف مع الأمم المتحدة مستقرة فقد شكلت مواقف المنظمة الدولية والوكالات التابعة لها وعبر التقارير والمواقف الصادرة عنها إحدى التحديات الماثلة أمام مخططات التحالف لإطالة أمد الحرب أمر دفع بهذا التحالف إلى التوسل بذريعة مكافحة الإرهاب عوضاً عن مواجهة الانقلاب في محاولة لجعل معركته أكثر اتساقاً مع أهداف المجتمع الدولي المنشغل طيلة العقد الماضي بالحرب على ما يسميه الإرهاب